بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعتران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته لازال الحديث موصولا بنا حول آداب بر الوالدين قلت لحضراتكم في المرات الماضية أن الله جل وعلا أمرنا أن نتواضع مع والدينا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا أيضا أمرنا الله جل وعلا أن نشكر الوالدين أنشكر لي ولوالديك لا إلي المصير الشكر للوالدين يقتضي منا أن نكون تحت أقدامهما طائعين لهما منقادين لأمرهما حتى كلمة التأفف أو التضجر لا نقولها لوالدين ندى بعض الصالحين كان لا يأكل مع أمه في إناء واحد فسألوه لماذا قال أخشى أن تمتد يدي للقمة في الإناء سبقت إليها عينها ممكن أخذ لقمة من الطعام تكون عنيها سبقت إلى هذه اللقمة شفوا أدب الصالحين مع أبائهم وأمهاتهم تحت من الأدب معهم أن لا يسافر الإنسان إلا بإذنهما أن لا يسافر إلا بإذنهما لما سيدنا النبي جاءه رجل يريد أن يخرج معه للجهاد ألو أحي والداك أم كليهما قال أمي على قيد الحياة واحد تنه ألو لتنين أحياء يا رسول الله قال فيهما فجاهد جاهد فيهما بطاعتهما وبرهما وبوفائك لهما وأيضا من أدب بر الوالدين إن الإنسان لا يتعرض لسخطهما عندي الحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكره لنا إنه كان في من كان قبلكم في بني إسرائيل رجل عابد يقال له جريج جريج دمال حال إيه كان عنده صومعة زي خلوة كده بيتعبد لله فيها فجاءته أمه وهو يصلي بصلي قيام بالليل فنادت عليه فهو بصلي قال في نفسه أمي أم صلاتي أرد على أمي ولا أكمل صلاتي فأتم صلاته ولم يجب نداء أمه طيب فأمه غضبت ودعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات النساء العاهرات والعياذ بالله فبعد فترة جاءت امرأة بغي وراودت جريج عن نفسه فأبى فخرجت وطلبت من راعي للأغنام يقع عليها يزني بها فزنى بها فحملت منه فقالوا لها من في بطنكي قالت في بطني جنين من جريج العابد فجريج علم الأمر وأدرك أنه أخطأ في حق أمه فذهب إليها واسترضاها وطلب منها أن تعفو عنه وأن تصفح عنه فعفت عنه أمه فلما ولد هذا الطفل قال له جريج يا غلام من أبوك فقال الرضيع أب الراعي فبر الله جريج العابد من هذه التهمة التي لحقت به من آثر دعوة أمه دعوة أمه دعت عليه دعوة شوف امرأة جاءت إليه وفعلت هذا الفعل فحتى الفقهاء يقولوا أي يقولوا لو كان الإنسان يصلي صلاة فريضة بتصلي الفرط ونادى عليك والدك أو والدتك فخفف في الصلاة وأجب نداءهما لو أنت بتصلي الفرط تخفف ولو كنت تصلي صلاة نافلة بتصلي سنة فاترك الصلاة وأجب نداءهما لأن ردك على والديك فرض والفرض يقدم على السنة لما تسمع أبوك أو أمك بينادوا عليك أترك صلاة النافلة والتطوع وأجب نداءهما يبقى الشكر لهما أن لا يسافر إلا بإذنهما أن لا يسخط عليه يحاول إرضاءهما قدر الإمكان أن دا بالنسبة للدنيا طيب بعد ما يموت الأب والأم نعمل إيه هقول لكم بعد الفاصل خليكم معايا وصلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لحضراتكم تاني ومع آداب بر الوالدين ذكرت لحضراتكم قبل الفاصل وفي الحلقة الماضية بعض الآداب التي نتأدب بها مع والدين في حياتهما طيب بعد موتهما جاء رجل إلى سيدنا رسول الله فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما أنا أبي مات أو أمي ماتت أعمل إيه بعد موت الوالدين هل علي بر لهما فقال صلى الله عليه وسلم نعم الاستغفار لهما تستغفر لك ولوالديك والدعاء لهما وفي رواية الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما يبقى كم حق خمسة حقوق حقوق الوالدين على الأولاد بعد الوفاة خمسة واحد الصلاة عليهما أو الدعاء لهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب تدعو لهما في كل يوم في صلاتك في عبادتك في ركوعك في سجودك في خلواتك في كل وقت ولحظة تدعو لوالديك وأفضل الدعاء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا طيب نمرة اثنين الاستغفار لهما وأفضل صيغة للاستغفار للوالدين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أو قل رب اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي تقول الدعوة دي أو دي رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أو تقول رب اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي طيب نمرة ثلاثة انفاذ عهدهما من بعدهما الوصية ابوك وصاك بايه امك وصتك بايه وصاك وصية في طاعة الله فنفذها طيب لو الاب او الام قال لك عمك ما يمشيش في الجنازة ما تسمعش كلامه طيب لو امك قالت لك خلتك ما تجيش تعز فيها ما تسمعش كلامها لانك بتقطع الرحم طيب لو ابوك قال لك ما تديش اخوك الوسطان من الميراث لا تطع امره ولا تنفذ وصيته حتى لو كان الابن عاق عندنا قعدة بتقول العقوق لا يمنع الحقوق العقوق لا يمنع الحقوق انفاذ عهدهما من بعدهما يعني انفاذ الوصية اذا كانت في طاعة الله طيب في معصية الله لا تنفذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نمر أربعة اكرام صديقهما من بعدهما تسأل من اصحاب ابوك من اصحاب امك من الاقارب سل عنهم وتودد اليهم كما قال صلى الله عليه وسلم ان من ابر البر ان يودى الرجل اهل ود ابيه وامه زي سيدنا عبدالله ابن عمر لما رأى رجل واكرمه واعطاه دابته واعطاه ثيابه فألله يا ابن عمر انهم من الاعراب يرضون بالقليل قال ان اباه كان يأتينا في زمان عمر يعني اكرم الابن اكراما لابيه لانه كان صديق لسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما تصل ارحم ابوك اعمامك عماتك ارحم امك اخوالك خالاتك ارحم ابوك امك اخوانك واخواتك تسأل عنهم وتتودد ليست العبرة ان تصل من وصلك لكن العبرة ان تصل من قطعك شوف من اللي اطعينك اوصلهم ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل من اذا قطعت عط رحمهم وصلها ولما سئل حضرة النبي يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم ويقطعونني واحسن اليهم ويسيئون الي اعمل قال لان بقيت كما قلت فكأنما تسفهم الملا يعني كأنك بتاخد الرماد الساخن وتضع هذا الرماد في افواههم البر للاباء وللأمهات المثوبة عليه تعجل في الدنيا وبعض الناس يقول لك يقول لك دا الام لما بتموت ينادي منادي ويقول اعمل خيرا ماتت التي كنا نكرمك من اجلها فاعمل خيرا تكرم من اجله لا الكلام دا خطأ ان بر الوالدين يعود بالنفع على الابناء في حياة الوالدين وبعد موتهما بر الوالدين كنز يفتح للابناء بعد موت الاباء والامهات بعد موت الاب والام تجني ثمرة البر وقلت لكم حديث حارث بن النعمان النبي شاف بيقرأ القرآن في الجنة بصوت عذب ندي فقال كذاك البر وكان من ابر الناس بامه نسأل الله ان يرحم اباء انا وامهات كما ربونا صغارا وان يجزيهم وعنا خير الجزاء اللهم امين فاصل وارجع لحضراتك تنخ ليكم عاية وصلوا على الحبيب بسم الله وصل الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله أما بعد رجعنا لكم تاني ومع الفقر الفقهية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين وارد إلينا سؤال من أحد المشاهدين الكرام يقول فيه هل تجب طاعة الوالدين إن أمر ابنهما بطلاق زوجته أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد ناخد بالنا من حاجة مهمة الأب والأم لهم عليك حق والزوجة لها عليك حق بعض الناس يقول لك طيب ما هو سيدنا عمر قال لسيدنا عبد الله بن عمر طلق زوجتك فرح يسأل حضرة النبي فقال أطع أباك آه كلام جميل لما تبقى حضرتك زي سيدنا عمر يبقى ابنك يسمع كلامك ويطلق مراته لما تبقى حضرتك في أخلاق سيدنا عمر ابنك يسمع كلامك لا يجوز للولدي أن يطيع والديه في طلاق مرأته ما ينفعش تسمع كلامه ويقولك طلق مراتك تطلعها لا دي بنت ناس وإنت اتجوزتها على كتاب الله وسنة رسول الله استحللتم فروجهن بكلمات الله استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان أي أسيرات انت بر أبوكم أي ودول لهم بر ولهم طاعة ولهم عليك ألا تقل لهما أف ولا تنهرهما إنما أمك بيش عجبها مراتك تقول لك طلق مراتك تقول الله حاضر لا طاعة في هذا الأمر لا طاعة في هذا الأمر حتى في أمر الزواج لا يشترط للأب والأم أن يأمر ابنه بالزواج من فلانة أنت اللي تختار أنت اللي هتعيش معاها أنت اللي هيبقى بينك وبينها عشرة ربنا يقول لنا في القرآن وعاشرهن بالمعروف فلما تبقى أنت زي سيدنا عمر أمر ابنك يطلق مراته إنما المرأة لها حقوق على زوجها وانت خد بالك يبقى الإنسان كده يبقى ذكي ولبيب وحصيف وعاقل يعطي لوالديه حقهما ويعطي لزوجاته حقها وليس كل ما يعلم يقال بش كل ما مراتك تقول لك حاجة تروح تقول لأمك وبوك وبش كل ما بوك أمك يقول لك حاجة تقول لأ مراتك لا الإنسان يفرق بين بره بأبيه وأمه وبين معاملته الحسنة لزوجته استوصوا بالنساء خيرا أبوك وأمك الأول فراصك وأطع أمرهما وانقادلهما وعليك ببرهما لكن دي بنت ناس أيضا لها عليك حقوق أن تعاملها بالمعروف ربنا قال كده وعاشرهن بالمعروف عاشر الزوجات بالمعروف وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا وسيدنا النبي أكرم المرأة صلواته ربي وسلامه عليه مهما تعمل مع أبوك ومع أمك لن توفيه ما حقهما يعني لما واحد من الصحابة كان ماشي في الكعبة فوجد سيدنا عبد الله بن عمر فبقوله يا عبد الله أنا شاي الأم على ظهري أطوف بها الكعبة أطراني وفيتها حقها قال لا ولا بزفرة منها عند ولادتك كل اللي أنت بتعمل طول حياتك لا يسوي طلق منها عند الولادة ولا دمع منها عند الولادة مهما فعلت لكن تطلب من الله جل وعلا أن يرضي والديك عنك لأن رضى الله في إرضائهما وسخط الله في سخطهما فعليه نقول للسائل لا يجوز للوالدين أن يأمر لابن بطلاق زوجته إلا باه إذا كانت ناشز أو إذا كانت عندها مشكلة مع زجها أو لا تطيع أمره أو لا تقوم بمهام بيتها دي حاجة تانية إنما من غير سبب وأبوك يقول لك طلق مراتك تطلها هذا لا يجوز شرعا والله تعالى أعلى وأعلم نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون اللهم أمين أشوف حضرتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة